أخوني يقول كيف تكون التوبة الصادقة مع التفصيل التوبة الصادقة أولا أن يتوب في وقت تقبل فيه التوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم أن يتوب وهو ما زال متمكنا من التوبة في وقت يمكنه التوبة وليس هناك ما قد دخل عليه مما يمنع قبل التوبة كان يكون في سياق الموت أو إذا رؤي بعض علامة الساعة في طرع الشمس المغربها وأيضا التوبة تكون بأن يقلع على الذنب هذا ركن أساسي في التوبة فلا تصح التوبة وهو مقيم على هذا الذنب أولا يقلع عن هذا الذنب ويبتعد عنه ويتركه أيضا يندم على هذا الذنب الذي فعله يندم يتأسف يحزن أنه فعل هذا الذنب ليس معا أنه لا يبالي أنه فعله بل يندم عليه وأيضا يحزن ويصمم في قلبه أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا وإذا كان هذا الذنب متعلقا بحق الناس كمال أخذه أو عرض قذفه أو شخص اغتابه وذنبه فلابد من الاستخلال في ذلك إن كانت حقوق ردها إلى أهلها وإن كان قذفا للعراض استحل ذلك واستسمح فيه فإذا كان كذلك فهنا تصح التوبة وهي التوبة النصوح بقي الحقوق التي أخذ إلى أهلها إن استطعني رد لمن أخذ إليه حق ويقول هذا أخذته عليك ظلما أو أخذته عليك سرقة احتيالا ولم يترتب على ذلك مفسدة يعني بأنه إذا قال له ذلك رده إليه لا تزال علاقته به طيبة ولا تزال أخوته له مستقيمة على حالها فهنا يفعل ذلك فإن كان سيؤدي هذا إلى فساد فيما بينهم إذا قال لهذا الشيخ خنتك وأخذته بغير إذنك سينفر منه ويحصل بينهم القطيعة والبغضاء والعداوة هذا يوصل الحق إليه بدون أن يخبره ويتوب إلى الله وعسى أن يكفر الله تعالى عنه مثله الغيبة إذا اغتاب إنسانا فإذا ذهب يستسمحه سيسمح عنه ويعفو عنه ويكون أمورهما طيبة فهذا يفعل ذلك فإن كان استسماحه منه سيؤدي إلى نفر منه إلى قطيعة إلى ضن سيء بأخيه فهذا يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في الموضع الذي اغتابه فيه وذكره فيه بسوء ويكفيه ذلك إن شاء الله وهذا هو اختيار شيخ الإسلام والإمام من القيم أن ذلك يكفيه كما هو في آخر كتاب الوابل الصيب للإمام من القيم رحمه الله وهكذا إذا تاب من ذنب وهو يفعل ذنبا آخر هل يصح توبته من ذلك الذنب الذي تاب من إنسان عنده ذنبان ذنب تاب منه وأقلع نجم والذنب الآخر ومستمر فيه هل تقبل توبته من الذنب الذي تاب فيه هذا فيه خلاف فمنهم من قال لابد يتوب من جميع الذنوب وإلا لا تصح توبته والصحيح أنه تقبل توبته إذا تاب من ذنب ولو كان مقيما على ذنب آخر ولكن يجب عليه أن يتوب من الذنوب جميعا لأنه كيف يتوب من ذنبه مقيم على ذنب آخر والذي يعصى بهذا الذنب وهذا الذنب هو الله لكن لو وقد ذلك يصح توبته أيضا لو تاب من هذا الدم بما ذكرنا أقلع عنه نجم على فعله وعزم أن لا يعود إليه ثم عاد إليه هل تصح توبة الأولى أو تنقض تصح توبة الأولى ويجب عليه أن يتوب توبة جديدة من هذا الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد دنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله علم عبدي أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفر لعبدي ثم عاد فأذنب فقال في الحديث مثله ثم ثالث عاد فأذنب فالشاد أنه يقبل ذنبه ولو عاد إليه مرة أخرى لا ينقض التوبة الأولى بل يجب عليه أن يتوب توبة أخرى وهذا من رحمة الله تعالى بعباده والإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعصم من الذنب وأن يبعده منه وربا ذنب يقدر على الإنسان ينفعه الله تعالى بذلك ربا إنسان يدخله الكبر والإعجاب والغرور فيقدر الله عليه ذنبا يفعله فيحتقر نفسه وينكسر مما هو فيه من الكبر والإعجاب والغرور ربا إنسان يكون غافلا عن الله وعن التوبة إليه والرجوع فيذنب ذنبا فينكسر قلبه ويرجع إلى الله ويتعلق به فهذا قدر الله على الذنب لحكمة عظيمة ربا إنسان يكون بعيدا عن الاستغفار أو لا يرى نفسه أنه يحتاجا للإستغفار فيقدر الله تعالى عليه بعض الذنوب حتى يفعل بهذه العبادة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من عشرين حكمة من الحكم التي يقدر الله سبحانه وتعالى لأجلها الذنوب على عباده كما في كتابه الطريق الهجرتين فهو موضع مفيد لمن قرأه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر